الفنانة يوسرا اسمها سيفين محمد حافظ نسيم هي من مواليد 10 مارس 1955 القاهرة عرفت بين زاويها باسم يوسرا ولدت في تاكسي واخفت زواجها لمدة 15 سنة عن ان حبت جوز امها وكانت السبب في طلاق مامتها صدرات الفنانة يوسرا الترند خلال الساعات الماضية بتسرحتها وده لما قالت انها حبت جوز امها اكتر من ابوها وده لما اكتشفت حبها لجوز والدتها بعد ما ثابتهم وراحة عاشت مع والدها عاشت مع والدتها وجوز والدتها لمدة 14 سنة اهلا بكم في قناتي اخبار انه جمع اميل لسه مشتركش اشترك ويحط اللايك والكومنت جانتلا السينما المصرية اتت الى العالم في تاكسي قمر الفن حياتها عاشت الفن بشغف حيث نجحت في ترصيخ بصمتها في عالمها مما جعلها واحدة من ابرز الفنانات في الوطن العربي كانت السينما رفيقها منذ الطفولة وانارت ضربها نحو كمة النجاح في هذا العالم المليء بالابداع كشفت الفنانة يوسرا في احدى لقاءاتها عن تفاصيل علاقتها الفريدة مع السينما اسقالت والدتي كانت في السينما بعد انتهاء فيلم لحن الوفاء في دور العربي بعرض بألام المخود واستكلت والدتي التاكسي للزهاب الى المستشفى لكنها والدتني في التاكسي قبل وصولها للمستشفى وفي التفولة عشت فترة صعبة جدا نتيجة انفصال والديها حيث انتقلت للعيش مع والدها التي وصفته بالأب القاسي وفي تفاصيل تلك الفترة كشفت عن والدها حرامها من رؤية والدتها لمدة سبع سنوات وقدت تلك الفترة مع والدها حيث كان يتسبب في تعنيفها وضربها بسبب امور بسيطة وقالت يوسرا ان والدها بعد تصوير اول قبلة لها في فيلم الف بوصة وبوصة مع حسين فهمي جاء وصفعها امام الجميع وهو الامر الذي جعلها تأخذ قرار بالابتعاد عن الفن ارتبطت يوسرا بعلاقة قوية بمسلسل رقفة الهجان اذ كشفت عن سر غير معروف واللي عرفته بعد مشاركتها في مسلسل رقفة الهجان وهو ان عمها محمد نسيم هو ضابط في المخابرات وهو ضابط الكصة الحقيقية وكاد ظهر في الكصة من خلال دور نديم قلب الاسد عندما اكتشفت يوسرا هذا السر عبرت عن استغربها وقالت رحت وعتبت عمي بعد ما معرفت قلتله ما قلتليش ليه فجابني قائلا لأ ماينفعش ولكني شعرت بالفخر الشديد وان وجود عمي في جهاز قوي ودورها القوي الوطني العظيم جعلاني افتخر بيه ومن الاسرار التي لا يعرفها الكاسيرين ان عمتها شقيقة والدها هي الفنانة امينة الشريف هي من مواليد الف وتسعمية واتناشر امينة الشريف اول فيلم عملته كان مسرح الحياة مع سين رياض ومثلت كذلك محس مع يوسف وهبي وانور وجدي واسمهان في فيلم غرام وانتكام فنانة من جيل التلاتينات عملت في السينما والمسرح وشاركت مع ملكة النجوم في تلك الفترة واعتبرت من الفنانات المهمشات التي لم يحصل لنا على حقهم الكامل وتوفيت في 13 ستمبر 1981 ولم يسكر رأيها ومراحلها على المستوى الفني امينة الشريف واحدة من لم يصلت عليها الدوق بشكل كامل رغم اسهامتها الفنية دخلت الفنانة يوسرا القفص الزهبي مرتين اول زيجة لها من رجل الاعمال الفلسطيني خالد الصفدي لكنه لم يستمر طويلا ثم اعلنت انها انفصلت عنه اما الزيجة الثانية من رجل الاعمال المصري خالد صالح سليم فهو نجل الفنان الكابتن صالح سليم وشقيك الفنان الراحل هشام سليم وقد احتفظت يوسرا بهذا السر لمدة 15 عام حيث كانت تنكر اي ارتباط به حتى انكشف هذا الزواج بعد وفاة الكابتن صالح سليم وجدت الفنانة يوسرا نفسها محرومة من تجربة الامومة ولان جابوا مع ذلك تقبلت هذا الوقت واعتبرت ان في حكمة الهية برغم من معاناتها وقسوة والدها قررت ان تقدم الحنان والاهتمام للاطفال حتى رغم ان جابها اتخذت قرار بتقديم الدعم والرعية للمحتاجين على الرغم من دخلها عالم التمثيل وتقلقها فيه الا ان الفنانة يوسرا تميزت بموهبة غنائية مزهلة تملك يوسرا صوت جميل تعشق الغناء بشدة ونظرا لشغفها بهذا الفن قدمت عدة الباموات غنائية عكس جاذبية صوتها وقمت بمشاركات غنائية من خلال اعمال السينمائية كما شاركت في دويتو ناجح مع المطرب ابو من خلال اغنية تلت دقات التي حققت نجاح من قطع النزير لفترة طويلة كانت علاقاتها مع الفنانة رغضة مقطوعة بسبب الروحل احمد زاكي كانت يوسرا تعتقد ان رغضة لها دور في منعها من زيارة احمد زاكي اثناء مرضه ورحلة تطور المرض حتى وفاته اكدت الفنانة رغضة انها هي اللي كانت ملازمة احمد زاكي قبل وفاته انها لم تكن لها يد في هذا الامر واشارت ان الفنان الروحل احمد زاكي من طلب ان لا يره احد خلال حزاته الاخيرة عيشت الفنانة يوسرا مع والدتها وجوز والدتها لمدة 14 سنة كررت يوسرا انها تعيش مع والدها ولما رحت قارنت بين معاملة ابوها وجوز امها واكتشفت ان جوز امها كان افضل من ابوها وبعد عمر كبير قبلته يوسرا بالصدفة وقتها جرت عليها وقالت له سامحني لانها كانت بتعمله وحش وهي صغيرة وهي كمان كانت سبب طلاقه من امها قالت الفنانة يوسرا انها عاشت مع امها وعيلة امها وكانت بالنسبة لها طفولة مميزة جدا وجميلة والدتها كانت بتعمل لها كل حاجة عشان وشوفها نجحة حقق اللي نفسها فيه ودخلتها احسن مدارس وفجأة كل ده روح وعاشت يوسرا حياة مش كويسة وده لما وصلت لاربعتاشر سنة لما ابوها جاء اخدها غصبا عنها من مامتها خصوصا ان والدها كان صعب جدا وما كانتش بتحبه ما كانش فيه بينها وبين ابوها تفاهم كان صعب جدا لدرجة انه قعدها من المدرسة في البيت واضطرت ان هي تذاكر في البيت ونجحت عن اصعب مراحل حياتها قالت يوسرا انها انعزلت عن العالم كله حتى امها ما كانتش بتشوفها ولا بتشوف حد قعدت لمدة سنة ونص وقالت انها كانت بتحب جزء امها اكتر من ابوها لانه كان حنين جدا عليها وخصوصا ان والدها كان رافض دخلها التمثيل بشكل قاطع درجة انه عمل لها عاها مستديمة سيب علامة زهرة فوشها وده كان سببه انه شافها قعدة مع رشدة ابوزة ضربها بازازة على دمخة يوسرا فنانة جميلة قلبا وقالبا كل الجمهور والاما السليب بيحبوها لا بتعملش مشاكل مع حد في مجالها واكتر من المرة طلعت وتكلمت على الفنانين كلام كويس جدا وعن نجحتهم ومن اقرب الناس اليها فهو الفنان عادل امام وتكلمت عن المعاناة التي عاشتها في الطفولة سواء من والدها او المراحل التي مرت بها وقالت ان حياتها كانت مع امها وان امها هي كانت اعظم حاجة في الدنيا ولكن امها توفت سنة 2019 وبعدها يوسرا قالت انها خسرت العالم كله شاركت الفنانة يوسرا في مجموعة من الاعمال السينمائية التي حققت نجاح بها هر الف بوسة وبوسة الانس والجن كان يكون في الشارع المولد المنسي الارهاب والكباب عمارة يعقوبين تيور الزلام وغيرها الكثير من المسلسلات عملت اكتر من سبعتاشر فيلم مع عادل امام ويعتبر عادل امام ويوسرا سنائي ناجح على المستوى الفني والجماهير كما قدمت يوسرا مسلسلات رقفة الهجان لحظات حارجة فوق مستوى الشبهات خيانة عهد احلام عادية مالك روحي اين قلبي وغيرها اما على خشبة المسرح قدمت مسرحات بداية ونهاية قعد عالي لما بابا ينام في حلقة من حلقات برنامج جلمتها كشفت يوسرا عن علاقتها بالدنجوان رشد ابوزة وصرح الكائلة هو في حد يرفض رشد ابوزة ما فيه ازايه في الدنيا تقدم لي شو لكنه أقدم لي خاتم الماز لكني لم أقبله في يوم زرته لقيته لابس الخاتم وقال لي انا عايزك تخديه خدته من ايديه ومسكته في ايديه لقيت ما فيهوش الفص الفص مش موجود بيها جاني احساس اني دي اخر لقاء بيني وبالرشد ابوزة